بسم الله وبه نستعين الرحب فيكم في المحاضرة الأولى المحاضرة الفارماكوليجي أنا الدكتور أحمد الضفيري رئيس قسم علم الأدوية والسموم راح أكون معكم إن شاء الله المحاضرة الحالية اللي هي راح تتكلم عن بالإضافة إلى محاضرة الأسبوع القادم إن شاء الله نحن نعرف من أمراض العصر لها أسباب كثيرة مثل ما أنتم عارفين أحد الأسباب الرئيسية هذه هي الحياة الجديدة نصح التعبير صار الحياة كلها استرس يعني مهما وصلت من مراتب مهما وصلت من وظائف مهما وصلت صار معاك فلوس صارت استرس للأسف نحن نحتاج على المستوى الأول أن نتعامل مع أنفسنا ونكون واقعيين أكثر حتى مجتمعنا أنتم كأطباء إن شاء الله يعني في كلية طبية وقت الدراسة عالي جداً ولكن تلاحظون أنه ما شاء الله تبارك الله في ناس عندك معاكم عنده القدرة أنه يسيطر على السترس اللي حاصل بسبب اللي هو الدراسة ووقت الاختبارات هي فالبيهيفير التريتمينت دائماً مهم العلاج السلوكي دائماً مهم إن كان على مرض اللي هو موضوع اليوم إن كان على موضوع الدبريشن إن كان على موضوع المواضيع الأخرى اللي هي يسمونها نيورو سايس ديزيزيزيز لما نتكلم على هي أنواع ناخذ نبذة مختصرة عنها اللي هي الأول نوع اللي هو يسمونها الجنرولايز ان اكزايدي ديزوردر اللي هو الشاعر اللي احنا نتعامل معه كحالة كحالة مرضية في بعضهم عندهم بانيك ديزوردر يعني أخوة خوف أكثر من اللازم في بعض المواقف عندنا السوشيل فوبيا عندنا السيمبل فوبيا عندنا الابسيس كمبالسف ديزوردر اللي هو الوسواس القهري الوسواس القهري يعني احنا عارفين ايش هو تعريف بالضبط اللي ناخد تعريف تعريف اللي هو الجنرولايز ان اكزايتي ديزوردر كأطباء انتم بالبدايات لما تشخصون المريض هل هو فعلا هو مريض ولا مش مريض يعني من خلال اللي هو السيمتم اللي مع المريض أو مانيفستيشن اللي تيجي عند المريض اللي هي هو غالبا يكون عنده ديفيكالتي عنده مشكلة في التركيز عنده انسوميا غلق ما يقدر ينام التعريف المرض الثانية والنوع الاخر اللي هو عادة يعني الانسان يكون عنده خوف من الموت يمكن تلاحظون او مريته في مراحل او شخص تعرفونه قريب وكذا فاجأ يقول لك والله أنا حس بموت فاجأ بدون مقدمات يعني وهذا هذا يسمونه panic disorder عندنا social phobia معروفة من اسمها social لأن الواحد عنده مشكلة في مشكلة يعني اذا تطور تقول كلنا كنا طلاب وانتو احيانا طلاب يصير عندك وكذا فيه خوف وفيه قلق خلينا نصح التعبير نقول القلق المحمود اللي خليك تجتهد زي اللي خاف من الاختبار عنده اختبار بكرة ولا بعد بكرة مطلوب شوية خوف انه ويعطي دافع انه يذاكر فهذا الخوف بحدود المعقول اللي ما يصل للحالة المرضية هذا ما نسمي غلق يعني مش واحد يقول عنده والله اختبار كبير او اختبار تخصص او زمالة ولا يكون خايف يقول والله هنا صار فيني ارق ولا صار فيني انكزايتي ولا لا هي حالة طبيعية تحدث مع الناس ولكن لما يصير الامر على مستوى تقير ال ال نيورو ترانسميترز او الكيميكلز في الدماغ هنا تبدأ المشكلة لما يكون نيورو ترانسميترز اكيد درست نيورو ترانسميترز معينة تكون زايدة في الدماغ مثلا اعطيكم مثال لما الدوبامين يزيد في الدماغ ايش يحصل يحصل انه في زيادة اكتيفتي في زيادة يحصل عنده اعراض كيزوفرينية مثلا الدوبامين قل عند المريض في الدماغ نيورو ترانسميترز قل عنده في الدماغ معناته المريض يحتاج او المريض يدخل في حالة اللي هي عكس الشكيزوفرينية عكس النشاط عكس اللي هيحصل في يعني طريقة قياس النيورو ترانسميتر في الدماغ لشخص طبيعي وشخص عنده دبريشن او عنده شكيزوفرينية راح تشوفون او تلاحظون انه في زيادة في عدد في نشاط الخلايا او نشاط النيورو ترانسميتر على مستوى الدماغ فهذا سمينا السوشيال فوبيا السيمبل فوبيا اللي هو الطبيعي يمكن كلنا كلنا عندهم مشاكل يعني الهايت ارتفاع من الخوف من الارتفاعات الخوف من معينة بعضهم عند حكا يعني يخاف انه يسوق سيارة او حتى يركب طيارة نسمع قصص كثيرة عن ركوب الطيارات وكذا والخوف من في ناس ما تقدر ما تقدر فعلا مش انه يخاف فقط ما يقدر ما يسافر ما يسافر واذا يسافر ما يقدر يسافر لكن هذي وانتو عندكم يعني فكرة اكيد عن اللي هو يتميز او يوصف مش ما يتميز لانه حاجة سلبية فيوصف بعض الافكار مثال اللي هي تشوف يقس الايدة اكثر من مرة تشوف لما يتوضي بيصلي هو يصلي الركعة الاولى الركعة ثانية يقول والله يشك والله هني متوضي توضيت لا ما توضرت عدل ما قسلت موية ما وصلت للكوع مش عارف ايش وكذا فيصير عندها هذه الاعراض غالبا هي تبدأ من يكون الطفل صغير الى سن المراهقة الحمد لله السبب ما غير معروف ممكن تروح منه لان الوسواس القهري يعني الآن احنا نتكلم فارماكوليجي اللي هو مثل ما انتو عارفين جاية من كلمة اللي هو القلق هو دائما يجي بصيقة النفي يعني مضاد يعني احنا نقدر نقول هي معناته جاية من كلمة انتاغونست انتو خدتوا في الفارماكوليجي اغونست اللي هو ليحفز الانتاغونست اللي هو المضاد الانكزيو الليتكس الشكل عام اللي تعريفها عن السبب يعني يعني واحد يكون خائف طيب ايش السمتومز السمتومز راح تكون عنده خاصة في حالات السيفير راح يكون عنده تاكيكاردية سويتينج ترمبلينج and palpitation and involve sympathetic activation احنا لما نتكلم sympathetic تتذكرون درجته الautonomic nervous system اللي هو الautonomic nervous system احنا نقصد عن الperipheral system اللي هو نتكلم sympathetic والparasympathetic fibers او neuron السمبثاتيك اخدوها هي مختصة بالfight and flight الparasympathetic اللي هي كنا نسميها wrist and digest انت لما تكون في حالة الفight and flight ايش يكون الجهاز العصبي الperipheral اللي هو شقال عندك اللي هو sympathetic 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 اللي هو ايش يفرز اللي في المحصلة النهائية ايش neurotransmitters اللي هو مسؤول عن فرازها اللي هو noradrenaline او في حالة انه sympathetic neuron innervating the adrenal midulla يفرز عندنا ابنفرن انتو عارفين مصطلح الابنفرن والادرينالين هو كلمتين تستخدم لنفس neurotransmitters ولكن واحدة تسمية بريطانية والاخرى تسمية امريكية يعني noradrenaline هو noradrenaline الابنفرن هو النور او هو الادرينالين فاحنا عارفين في طبيعة الحال في حالة القلق في حالة الامرجنسي في حالة الاكسرسايز مين اي جهاز يشتغل عندك يشتغل عندك اللي هو sympathetic معناتك معنات نتوقع انه فيه افراز للنور adrenaline نور ادرينالين بدورة لما يروح الى الجسم المختلفة احدها الهارت ايش الريسوبتورز اللي موجود فيه موجود في الادرينيرجيك ريسوبتورز موجود في بيتا وين ريسوبتور بيتا وين في حالة انه حصلوا اكتيفاشن ايش رح يحصل فيه نشاط الهارت رح يزيد رح يزيد الهارت عشان كذا tachycardia قالبا جاية من sympathetic عشان كذا احيانا في واحد يكون عنده خاصة اللي هما الاطباء او الصياد لو للناس المتخصصة يعرف انه البيتا بلوكر اللي هو هو بيتا بلوكر نان سلكت بيتا بلوكر يكون عنده ميتنج ولا عنده وظيفة معينة هو عارف نفسه انه دائما يقلق من الانترو ولا يقلق اذا عنده بريزنتيشن كبير ولا عنده مناقشة الدكتوراه ولا 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 ايش يسوي ياخذ بحاجة عضل sympathetic activation ياخذ البيتا بلوكر هي مش دعوة ليستخدامها ولكن انا اقول لك احيانا المتخصصين كيف مرة اخرى قلنا بعض انواع الغلق مش مرض مش مرض الا اذا تجاوزت الحد يعني ووصلنا فيها قبل قليل يعني طيب انا احطكم في اللون الازرق احاول ان يكون حيث انه تكون المعلومات الرئيسية بشكل واضح جاء واحد عنده قلق انت تيجي تشخص القلق والله هو سيفير ولا مائلد والله مائلد لا انت بس قلقان الان عشان عندك مقبل على خطوة جديدة والله انت بتتزوج والله انت قلقان انك بتتزوج او قاعد يتجهز البيت وشايل هم للزواج وشايل 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 فالقلق اللي عندك هو قلق يعني مائلد ما يحتاج انك تاخذ ولكن في حالات السيفير يحتاج وإحنا قبل شوية قلنا بعض الصفات اللي تكون عندها اللي هي تكون سيفير وتكون يعني مستمر مستمر الفترات طويلة فيحتاج هنا تدخل دوائي فيستخدم الانتي انكزايتي وأيضا لها اسماء أخرى لما ان شاء الله تشتغلون في العيادات دائما الانتي انكزايتي ممكن تسمى انكزيوليتيكس وأيضا ترانكيلايزرز ترانكيلايزرز اللي هي المهدئات وأيضا في بعض الحالات هي الطباء الطبيبات اللي هو يحتاج للبيهيفير انت سايكو ثرابي ففيه سبحان الله قدرات في واحد يعرف يسيطر على أصابة في واحد والله غلق في واحد والله دم بارد احنا ما نبغى انسان يكون دم بارد ما يحس بايشي يصير مصيبة جنبه ويصير عنده مصيبة ولا مصيبة بأسرته ولا عنده مشكلة يكون دم بارد انه ما يتفاعل هذه مشكلة ايضا بحد ذاتها ولاك ما نبغى في وسائل اللي هو يسمونها البيهيفير انه الواحد يحاول انه يستخدمها في البداية او حتى مع العلاج خاصة في حالات المايد يعني فالتلمة طيبة لها اثر لها اثر كبير وخاصة لما تكون يعني يعني احنا نقس على انفسنا يعني كلنا مرينا في ظروف وكلنا مرينا في تحديات يعني كلنا مرينا في تحديات ما ننسى ننسى كل حاجة وننسى التعب وننسى كل حاجة بس ما ننسى صراحة الى الان نتذكر الكلمة الطيبة التي قلت لنا من شخص معين كتشجيع او كدعم او كتهدئة في المقابل نبدأ من البداية يعني من الاطفال يعني ما نعيش في تجارب كثيرة يعني اممكن اه شفتوها مرت عليكم في السوشيال ميديا احيانا كانوا يسوون تجارب على اطفال اه الطفل يكون اساسا حياته اه ما بدأها بشكل صحيح الخاصة احنا نتكلم بره يكون ام مدمنة ولا اب مدمن ولا ظروف ولا عايش في مكان كان بسبب ادمان الام والاب كان البيئة اللي كان عايش فيها الطفل مش طبيعية كبير ما يتحملها فما بالك الصغير فكان عنده احساس الخوف بشكل كبير عكس في المقابل الطفل عايش حياة طبيعية في كنف والدين وحياة هادية وسووا عليهم تجارب تجربة جميلة جدا ففعلا نتشوف الفرق يعني احنا نتكلم على تأثير الغلق وممكن يبدأ من اطفال يعشان كده هذه دعوة دائما خاصة الاطفال خاصة الاطفال انه انه ما نعيشهم في استرس ما نعيشهم في استرس يعني عندك طفل الان مثلا اولى ابتدائي اثاني ابتدائي يعني انا حاول دائما اتذكر وانا ادرس عيالي صح انه احيانا الشيء تخليك تعصب بس يفترض انت تعصب وتمشي تنسى الموضوع ولكن الطفل يبقى فيه الاثر فدائما البيهيفيور انا ليش اقول القصص هذه لانه البيهيفيور او السايكو ثيرابي دائما مهم اما في حالة انه الان اذا خلاص اضطرينه انه نستخدم الانتيان اكزايتي درايك خلاص مريض عنده سيبير وعنده كرونيك اه ندخل الان في مرحلة الدرايك اللي هي لازم نعرف انه الانتيان اكزايتي بالاضافة انها تقلل القلق الانكزيوليتيك ولكن بعضها يسمونها الهيبنوتيك الهيبنوتيك الدرايك اللي هي يعني سليب انديوسينج وايضا لها استخدامات اخرى اللي هي انتي كونفالس اكتيفيتي راح نشوف ان شاء الله في التفاصيل انا حاول اتكال انا عارف معطيني ساعة فما ادري ان شاء الله المحاضرة حاولت اختصرها في ساعة اه اي محاضرات او اي اسئلة ايميلي موجود عندكم في السلايد اه تقدرون تتواصل معاي باي وقت يعني باي استفسار باي معلومة او اذا ما شرحت بشكل يعني يصلكم هنا سامري كما ارجع لكم بالاضافة للكتاب طبعا لكن هذا بحيث ان يكون حاضر اثناء المحاضرة اللي هي الآن يسمونها ومثال عليها كبير اللي هو وهذه انواعها متعددة طبعا ايش الفرق ليش دكتور عندنا يعني ادوية كثيرة اي واحد نستخدم فيها طبعا فيها تفاصيل هي تفرق من هاي او الفرق بينها غالبا يكون في الفرماكو كاينتكس احنا لما نتكلم الفرماكو كاينتكس انتم اخدتوها اللي هي الابزوبشن ميتابوليزم اكسكريشن هذه الادمي اختصارها الادمي يعني تشوف دواء يشتغل نص ساعة اترا شورت ااكتنج اا درايج يسمونها في بعضها تصلنا في لها شورت ااكتنج درايج بعضها اللي هي اللونج ااكتنج على حسب حالة المريض يستخدم الدواء المناسب جاي طيب جاك الآن احد في العيادة في الاميرجنسي والله متعاطي للأسف هذي البنزودايزبين زنان كثير من المتعاطين يعني يستخدمونها المتعاطين سبحان الله يعني الله يشفيهم ان شاء الله يهديهم يعني يجدون حاجتهم يعرف ايش الدواء اللي اللي ممكن يعطيه الايفوريا اللي حاصلة من ادوية المخدرات احنا طبعا عارفين الادوية المخدرات ان جنرال تصنف الى نوعين النوع الاول اما يكون استمولاتوري محفز مثال عليها ايش يا شباب مثال عليها اللي نشوفه في الاونة الاخيرة اللي هو الميثا انفيتامين الشابو الكبتي الصلاحة اللي يسمونها الستريت نيمز الابيض هذا ايش يعمل هذا يعتبر استمولاتوري يعني لما ياخذها الواحد يمكن يومين ثلاثة ايام ما ينام وتشوف انه اكتف اكثر من الطبيعي ليش؟ لانه الانفيتامين ولا الشاب والميثا انفيتامين نسمع قصص كل يوم الثاني نسمع قصص يزود عنده معدلات الدوبامين والنيورو ترانسميتر ممكن يزود الدوبامين ممكن يزود النور ادرينالين وممكن يزود السيريتونين في الدماغ يصير نشاط الدماغ زائد اكثر من الطبيعي فبالتالي يكون عنده نشاط ينعكس على نشاطه يكون عنده نشاط زائد للأسف انه يدخلون في مرحلة الشيزوفترينيا اللي هي مرحلة الفصام من اعراض الفصام مثل من انتو عارفين انه يتهيأ له اصوات سمعية hallucination يسمونه auditory hallucination او احيانا يرى اشخاص امامه مش حقيقيين تشوفون احيانا الناس يمشون في الشارع ويتكلم وكذا تقول شفي هذا لانه قاعد يشوف الناس قدامه لدرجة انه احيانا للأسف يتهيأ له انه يتهيأ له انه اللي قدامه يعني يعني في حد في حدث غريب حصل واحد للأسف قتل امه من المدمنين الله يرحمها يعني سأله حققه معاه كيف انت جدك بعد ما رجع على عقله كيف انت يعني يعني قتلت امك كيف قال والله انا كنت اشوفها تمساح جاي يهجم علي عشان كذا لما نسمع والله قتل اولاد ولا قتل ام ولا قتل زوج ولا قتلت زوجها ولا 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 يعني عشان كذا الدولة الآن اولت اهتمام موضوع اللي هو الحرب على المخدرات وسمعنا قريبا كيف كانت الموضوع هذا فاحنا نتكلم الآن اللي هو الميثا الميثا انفيتامين الشابو للأسف اللي هو المنتشر الآن هذا مثال الشابو الانفيتامين مثال على قلنا الدراجز اللي تعمل ولكن في المقابل هناك في مخدرات أنواع مع المخدرات اللي هي تعمل لها تعمل مثال عليها البنزو دايزيبين مثال عليها الكحول كلها البنزو دايزيبين والكحول اللي يشتغلون على نفس النيورو ترانسميتر اللي هو the main انهيبوتري انهيبوتري نيورو ترانسميتر اندبادي اندبراين اللي هو قابا القابا راح نشوف بعد غليل كيف البنزو دايزيبين تعزز او كيف تعمل لالأفكت القابا النيورو ترانسميتر طيب جاك الان ليش نتكلم القصة هذه يا دكتور انت تكلمت مخدرات وحنا مش مخدرات الا موضوع لاني انت لازم يعني بيجيك واحد العيادة الامرجنسي ما اخذ جرعة زايدة يعني تعرف انه والله ليش اخذ الجرعة زايدة والله يمكن يكون مدمن فيه هنا حاجة يسمونها بنزو دايزيبين انتاغونست فعلى طول يتم التدخل عن طريق الانتاغونست فلومازينيل فلومازينيل راح يشتغلون على نفس الريسبتور ولكن اذا كانت كمياتها اكثر فيطرد الاغونست اللي هو البنزو دايزيبين راح تكون اغونست بالاضافة انه عندنا اذر انجزيوليتك درايكس فيها صفات راح يشوف فيها صفات مش موجودة في البنزو دايزيبين منها الادمان هذه تسبب تسبب بعض اللي هي مش موجودة في الادوية اللي هي نوعا ما تعتبر جديدة مثال عليها باسبيرون يعتبر جديد ما يسبب ادمان يعني واحد عنده قلق والله حصلت اعطيه دواء والله باسبيرون افضل عشان ما ما بيدخل في مرحلة الادمان على الادوية انا جاي بعالجة ولا بخلي مدمن لا والله اني بعالجة والله عندي خيار افضل ما يسبب لا والله خذ الخيار هذا اللي ما يسبب سنة الان حيانا يسئلون يعني انا صيد اللي ما لعلاقة في يعني مش مش وظيفة يا صرف هدوية نفسكم ما شاء الله طباء ولكن هي هذه احد الاشياء اللي تخلي واحد يقرر والله اذا كان عندي خيار افضل دائما انا مع الخيار الافضل ايش السايد افكت هنا ايش السايد افكت هنا واحيانا ممكن المريض يعني يعني يقرر يعني يقولك والله عادي ما عندي مشكلة دكتور عطني الدواء الاول انا اتحمل السايد افكت اللي معين ما عندي مشكلة اتحمل طبعا في اذر راح نتكلم عنها المحاضر القاد والهي احيانا ايضا ممكن تستخدم لهذا العلاج وايضا عندنا مثال عليها الشاع اللي هو فينوباربيتال يعني ما يستخدم بكثرة الان فينوباربيتريت هي كانت يعني تم اكتشافها في سنة الف وتسعمية تقريبا بداية الغرن الماضي البنزوديزبين في المناسبة تم اكتشافها في في الستينات الميلادية والباسبيرون والادوية الجديدة هي تم اكتشافها تقريبا في التسعينات فأنت عارفين يعني اكتشاف الدواء في البداية دراسة البوست مارتين يكون فيه اعراض معينة او سالد معينة يتم يقاف الدواء اكتشاف ادوية جديدة فهذه هي دورة حياة الدواء انصح التعبير فهي الآن تقريبا تستخدم تستخدم تسمى هي مصيبتها انه ممكن يعني تعمل ادمان تؤدي الى الى في حالات الجرعات العالية لأنها ممكن تشقل الريسبتور الريسبتور الى ما لا نهاية اكس البينزو تشقل الريسبتور الى حد معين فيكون لها المت معين فهي سيف اكثر ما يوقف يدخل قابل الجسم يدخل يدخل قابل 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 لما يحصل عنده نحنا قلنا القابة عبارة عن فبالتالي انت كل العضاء يصار عندك نرجع الان الى انت وتشقل وتشقل الى ممن انت او انت من مرة أخرى الكلام اللي قلناه قبل شوية كله مكتوب عندكم الشباب هنا اللي هو عن طريق اللي هو ما علش أنا هذي خليها في الزاوية اللي هو اللي هي نشوف الرسمة هذه الرسمة صحيح من الكلام في الش ولكن كلها موجودة هنا كله موجود في الرسمة هو الوصف للرسمة اللي موجودة هنا هنا الريسيبتورس ايش سمينا القابا ريسيبتورس القابا ريسيبتورس عبارة عن five subunits متشكلة مع بعض اللي هي الريسيبتور أمتي شوف الريسيبتور أمتي الريسيبتورس مربوط بأيون اللي هو الكلورايد أيون لما يكون في البداية هل في كلورايد داخلة هنا في كلورايد ما في كلورايد احنا نعرف اذا الكلورايد دخل الخلية ايش يعمل 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 ايش نقصد مرة ثانية تذكير نقصد بالهايبر هل معناته ولا طيب هنا جاء القابا في بي حنا الآن في بي القابا جت ارتبطت حق القابا اللي ما كان يفترض اللي يرتبط فيه القابا ايش حصل لو تلاحظون الكلورايد من الاكسرا سيولولر الى الانترا سيولولر فلويد ايش دخلت عندنا الكلورايد طيب في حالة قابا عندك قابا ارتبط هنا والبنزو ايضا ارتبط ايش يحصل في معدل الكلورايد راح يزيد مثل من انتم شاكفين هنا كان معدل معين هنا راح يكون اضعاف راح يكون الكمية الكلورايد اللي راح تدخل راح تكون جريتر اوكي جريتر يعني عندك مور هايبر بولارايزنج او هايبر بولارايزاشن اوكي ديرفور ريديوسز نيورال اكسايتاباليتي اوكي يعني النشاط ايش يحصل في الاكتيبيتي للجسم والنشاط بشكل عام راح يكون اقل بكثير معلش الرسم هذا هو من نفسه يصير هذا الملاحظة الثاني يا شباب يا طباء ويا طبيبات اللي هو لاحظوا مكان الانتر اكشن البينزوديزبين وين مرتبط والقابة هنا وين مرتبط كل واحد له مكان خاص هذا يسمونه في الموليوكلر اه فارماكوليجي يسمونه الوستيريك الوستيريك بايندنج الوستيريك بايندنج معناته انه يرتبط في مكان اخر احنا لما درستوا الاغنس والانتاغنس احنا نعرف انه الاغنس يرتبط بريسبتور معين ويجي الانتاغنس يطرد هذا الاغنس وياخذ مكانه على حسب الكونسنتريشن كل اللي الكونسنتريشن حقه عالي هو اللي راح يحل المكان سميناه كومباتيتف انتاغنس كان نسميه ولكن في حالة البنزودايزيبينز هو عبارة عن يسمونه في مكان صاص يرتبط في البنزودايزيبينز كل الكلام اللي ذكرتها الان بالرسم موجود في السلايدات اللي قبلها بالتفصيل يهمنا احنا نعطيه مريض دواء نبيشوف ايش التأثير اللي عليه عندك ممكن ياخذ وعندك طيب تمام يعني انا ما اقدر اعطي المريض لو دوز واحيانا اعطيه هاي دوز صح اوكي اعطيتها لو دوز ايش الافكت راح يصير عنده يقلل لك الانكزايتي رديوس الانكزايتي كلام واضح من اسم دراج ديكتور تقول لي دكتور والله كيد يعني اسمه يعني احنا كنل القصة هذي عشان نقول دواء يستخدم الانكزايتي طيب نفس الدواء عطيتها في ايش راح يعطيك راح يعطيك يدخلك في حالة سيديشن وهبنوتك السيديشن هي مراحل يعني انت تقلل اول شي الانكزايتي زودت الجرعة شوية يدخل المريض في حالة السيديشن السيديشن اللي هي يكون واعي يعني هو نايم لو تصحي يصحى ما في مشكلة ولو مثلا تضربة بدبوس أو تغزة بدبوس بيصحى ولكن زودت شوية الجرعة يدخل في حالة يسمونها الهبنوتك الهبنوتك معناتها ايش معنات انه وهو نايم تيجي تشك بطنها وتسوي العملية وتسكر البطن هو مش عارف عنه فهي مرة اخرى على حسب كمية الكلورايد اللي داخلها بالسل يحددها ايش لو دوز يستخدم الانكزايتي للانكزايتي فقط انت احتجت والله استخدم ما عندك في العيادة تبي تسوي عملية والله تقول ما عندك الا بنزوديزبينز تقول عطوا بنزوديزبينز جرعة عالية عشان اللي مدينا نسوي اللي هو العملية وايضا ممكن يسبب بحاجة يسمونها انتيرو غريد امنيجيا امنيجيا اللي هو فقدان الذاكرة المؤقت يعني واحد عنده عملية صغيرة البرونكوسكوب مثلا او حاجة يعني منظار داخلي انت ما تبغى المريض يعيش التجربة السيئة هذه يكون عنده بعد فتحطي احيانا البنزوديزبينز بحيث انه يعني تسبب له يسمونه يعني ما يكون مركز بشكل كبير وما تكون التجربة سيئة بحيث انه يجيك العيادة مرة ثانية ما عنده مشكلة ما يتخوف انتو عارفين انتو اكثر مني عارفين انه بعض المرضى يموت ولا يروح المستشفى ولا يروح يسوي عملية معينة تحاول نكتغنع يعني بعض المريض من مريض المريض انتو عارفين يختلف التعامل ايضا هذه الادوية البنزوديزبين لها استخدمات اخرى كأنتي كومفالسنت الأنتي كومفالسنت ليش تستخدم اليوس تتريت ابيلبسي احنا عارفين الابلبسي هو عبارة عن لها انواع متعددة ان شاء الله اذا اخذتوا بالتفاصيل يعني مهم الان انك تعرف انه بس بشكل عام اختصارا الابلبسي هو عبارة عن نشاط زائد في الدماغ واحنا عرفنا سمينا القابة اللي هو the major inhibitory neurotransmitters فشي بديه اني لما ازود القابة معنات اللي حاصلة هذه اتقل ممكن يكون فيه سيطرة على الاعراض عشان كذا يستخدم كأنتي كومفالسنت ايضا مصل ريلاكسنت ممكن في الحالات العالية ممكن يستخدم كمصل ريلاكسنت مثال عليها دواء مشهور جدا اسم باكلوفين باكلوفين هو عبارة عن مصل ريلاكسن that is believed to affect قابا ب قابا ب ريسبتور at the level of spinal cord الحن تقول دكتور ايش قابا ب من اليوم انت تقول قابا قابا ما ما ذكرت انت قابا ا ولا قابا ب اول مرة تذكر ب هو فعلا ب موجود طريقة عملها انه تمنع القابا في اللي هو في حالات ال high doses الثروبيت كيوزز وهذا احنا يهمنا عشان كذا احنا ندرس كون فارما كوليجي اه شفنا امثلة قبل شوية كثيرة على اي اساس انا احدد والله هيتحدد بناء على الفارما كينتكس اعتبع لكم في اللون الازرق هنا عشان تقول لكم واضحة المذاكرة والله انت تبغى التأثير والله عندك عملية منظار تبي والله بس نص ساعة تاخذ حاجة اسمونا ultra short acting يعني حاجة حقها قليل فهي الاختلافات بينها هي very very small differences ولكن جميعها جميعها بالنسبة لك علاجها هي كل الامثل اللي شفتوها قبل القليل هي ولكن احيانا انت تحتاج انك تعالج المريض على حسب المريض وحيانا انت تحتاج تحتاج انه يكون شقال معا كثير وحيانا تحتاج مثل ما قلنا بعض الاستخدامات اللي هي اللي هو طبعا يستخدم في ايش يستخدم في جميع انواع اللي ذكرناها في المقدمة جميع انواع اللي هو الانكزايتي اللي عددناها قبل قليل طيب هل انا ما عندي استرس ولكن ممكن اجرب يقولك لا مرة اخرى عندك اختبار عندك انتروفيو عندك يعني احنا كلنا المربض بالاشياء هذي هل انا احتاجها لا والله كلمة تحتها عشرين خط يعني مرة اخرى دائما المصطلحات هذه مهمة حتى بتعاملكم ان شاء الله مع المرضى دائما هذه كلمة التطمينة ما استخدم ها لكن في حالات السفير وال ليش احنا نخاف من لو تروح مستشفى الطب النفسي الآن وتكلم مع اي واحد اكيد تعرفون احد الطباء ولا صياد ولا ممرضين ولا مواطفين يعني اصر السؤال هذا ما حجم او ماذا تعرفون عن البنزودايزبين خلي يتكلم هو وقل ماذا تعرف بيقول لك بيقول لك الدواء كذا والمدمنين يدمنون على كذا واللي متاح بالسوق كذا فهي هذه يعني البنزودايزبين جدا مهم وانا اتمنى تسألونهم يعني اذا مريتوا عليهم ولا كذا ولا بعدين ان شاء الله في الروتيشن اذا مريتوا على الطب النفسي تسألون عن الموضوع اللي هو البنزودايزبين وال ادكشن طيب مرة ثانية في امثلة عليها نعم في امثلة مثال عليها كلونا زيبام لورا زيبام دايا زيبام بام 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 هذه من الادوية اللي ممكن انتوا ما تنسونها دايما لان مجرد ان يمر عليك بام 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 تعرف انه هو بنزودايزبين ففي بعض الانواع اللي هاللونجر اكتنج اللي هي تحتاج انه تستخدم في حالات اللي هو ال 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 طويلة اوكي هنا معلومة جدا حط عليها خط انا لان معلومة جدا the anti and anxiety effect the anti هنا في النقطة الثانية the anti and anxiety effect the بنزودايزبين are less subject to tolerance tolerance اخدت المصطلحات tolerance معناتها ايش معناها معناتها انه المريض يحتاج الى جرعة اعلى عشان يعطي نفس effect السابق يعني هذي وان تحصل عادة المدمنين ليش نسمع المدمن احيانا يموت من الجرعة عالية لانه في البداية مثلا 10 ميلي جرام of كوكيين كانت تعطيه الشعور اللي هو يبغال ايفوريا مثلا مع الوقت يحصل معاه tolerance صارت 10 ميلي جرام هذي ما تعطي effect اللي هو يحتاج فايش يصير يزود ياخذ 20 30 40 الى ان يصل الى جرعات كبيرة وبعدها يموت بجرعة زايدة ليش لان الجرعات الكبيرة راح تروح تشقل الريسبتور اللي موجودة في الريسبيرتوري سيستم قاعدة في حالات الهروين الريسبيرتوري سيستم وتعمل للجهاز التنفسي فبالتالي يموت المريض عشان كذا لما تسمعون مات من جرعة آلية خاصة في ادمان الهروين الهروين ايضا تصنيفه ايش هل هو تصنيفه نفس الانفيتامين لا نفس الشبو لا نفس الكوكاين لا هذي كلها يسمونها استومالاتوري احنا عندنا ايش الانهيبوتري دراجس اللي هي بنزودايزبين نعم الالكوحول نعم ومن ضمنها الهروين هذي ثبت النشاط الانسان ثبت نشاط الانسان ففي حالات عشان نعرف التوليرانس مرة اخرى في حالات معينة يضطر انه يزود الجرعة عشان يعطيه نفس الافكت ولكن الحمد لله في البنزودايزبين are less subject to توليرانس than the sedative and hypnotic افكت لازم نفسرها يعني يقول لك احنا شفنا الاكشن البنزودايزبين ايش قلنا قلنا anti anxiety وقلنا في حالات في large dose يستخدم في sedative والهبنوتك انا الحين مريض استخدم عشرة مليقرام مثلا انا بنزودايزبين اوكي استخدم العلاج عن anxiety هل بعد خمس سنوات after five years احتاج زود الجرعة عشان صار معي توليرانس لا لا يا سلام يا سلام لان هذه ترى معلومة جدا مهمة لا ليش لانه ولكن انا كطبيب لازم اعرف مثلا احيان اذا كنت استخدمه sedative او هبنوتك انا استخدمه في العمليات عندي في العيادة تمام وهذا كل التعريف هنا تحت نوت يعرف لك ايش تعريف التوليرانس يا شباب مرة اخرى احنا الى خمسين ولا كم يوسف لا اضطو الى خمسين ولا الى الى ممكن نكمل الساعة مو مشكلة لا ممكن نكمل الساعة هي عموما هي راح تكون معادة راح تستخدم في استكلمنا عنها قبل شوية امنيجيا شرحناها ايش نستخدم اي نوع يا شباب انا ممكن اسألكم اقول متى استخدم او ايش الفرق لو بس لك سؤال صراحة بس لك اقول ادوية كثيرة انا كطبيب على اي اساس استخدم دول الاول والثاني والثالث والرابع فانت راح تتكرلي تعطيني اجابة شاملة تقولي والله انا هي تفرق بالفرماكل كاينتكس ايش نقصد الفرماكل كاينتكس معناته شورت اكتنج لونج اكتنج والله بستخدم الاستخدام امنيجيا عملية نص ساعة بستخدم كبرونكوسكوبك مثلا والله او في عيادات الاسنان لا اعطي شورت اكتنج بس تبغى نص ساعة تمام وايضا تكلمنا قلنا انه يستخدم في حالات ايضا ايضا ولازم احنا الحمد لله يعني الدولة مسلمة ما عندنا ما عندنا موضوع الكحول ولكن هما في الدول يعني في الدول يعني ان شاء الله تكملون زمالة وما زمالة والبورد ان شاء الله بره اذا كملتوا حصلتكم الفرصة هنا ولا بره ان شاء الله التداخلات ليش لانا الكحول مرة ثانية قلنا ايش يسوي الكحول رح يزود لك القائبة احنا قاعدنا نتكلم عن يزود القائبة مين يزود القائبة بعد نفسها البنزودايزيبين تزود القائبة تخيل انت واحد هناك ياخذ الكحول وياخذ بنزودايزيبين فايش سمينا العمل سينيرجيسك او رح يسبب يعني مضاعفة في العمل ايش ايضا في حالات السليب استكلمنا عنها انه ممكن يستخدم في بعض حالات السليب مهم جدا اللي عنده مشاكل في السليب يعني السليب ايضا فيها مهم يستخدم هنا يحدد الكمل هنا المربع هذا انا ما دري اشي طلع خطوة الخطة الثانية يعني بعضهم في بعض الادوية تعملك انسلوب اندي انديوسينج انكلود اللونج اكتنج فلورا زيبام انترميديت اكتنج اللي هو تيما زيبام انتشورد اكتنج اللي هو يسمونها تريازولام متى استخدم انت مشاكل للنوم عندك مشكلتين يكون المريض ما يقدر ينام يعني ياخد ارق ما يقدر يقفل العيونه هذه المشكلة الأولى انت تعطي شورت اكتنج بحيث انه بس انت تبغى يقفل يقفل عيونه اذا قفل عيونه خلاص ما عنده مشكلة راح ينام ولكن انت عندك المشكلة الثانية اللي هو ال ال اللي كل شوية صاحي هو نايم فانت تحتاج هنا ايش تعطي لونج اكتنج لان انت ما تبغى كل شوية يصحى فتعطي لونج اكتنج يكون تأثير مستمر لفترة اطول ثمان ساعات عشر ساعات لان انت متوقع انه بعد ثلاث ساعات يصحى بعد اربع ساعات يصحى بعد خمس ساعات يصحى بعد ست ساعات يصحى فمشكل ما صح اقول اعطيه شورت اكتنج عشان ندوس السليب لا اعطيه لونج اكتنج ولكن واحد فقط مشكلته انه ما يقدر ينام بس مجرد انه ينام ما عنده مشكلة ينام ثمان ساعات فهنا نعطيه شورت اكتنج فهنا فايدة ومتى استخدم هذا ومتى استخدم هذا وهنا الكلام اللي قلنا يا شباب ثورة زبام مثال عليها هي بالنسبة لانه هو ممكن تعطيه اللي هو الزبام والترايز ممكن اللي هو يعني استخدم الكلام اللي قلنا كله مكتوب هنا يا شباب يعني ممكن يجيك سؤال في الاختبار يستخدم في حالات sleep disorders اذكر لي متى تستخدم اللونج اكتنج ولا شورت اكتنج في حالات sleep disorders فالجواب رح يكون ايش الجواب رح يكون والله sleep disorders ممكن نصنف الى نوعين في بعضهم عندهم recurrent insomnia فقط نعطيهم حاجة short duration بحيث انه induce sleep اما اللي عندهم اللي هو recurrent awakening يحتاج الى حاجة لانه كل شوية رح يصحى من النوم فانت تحتاج تعطيه الى acting مرة ثانية at high doses rolling period يسبب عندنا independence عشان كذا ذكرنا مرارا وتكرارا موضوع ال dependance مع الbenzodiazepines عشان كذا normal life stress ما نستخدم معها بنzodiazepines نستخدم ايش الbehavior and psychotherapy في هذه الحالات والأذكار والحمد لله احنا مسلمين والحمد لله عندنا اذكارنا عندنا الصلاة عندنا عندنا امور كثيرة الامانة هي علاج كثير من الامراض والدليل والدليل بما نحنا نتكلم عن والدليل لاحظوا كبار السن اللي عايش منهم اللي متوفى الله يعني امراضهم النفسية قليلة مقارنتين في امراض العصر ايش امراض العصر من هالأمراض النفسية تشوف عنده كل شيء بس يقول لك والله انا ما اقدر انبسط عنده كل شيء كل شيء متاح يسافر يروح يجي يشتري يطلع مطاعم كذا هذا عنده فيها مشكلة فهي الرجوع الى الله اولا واخيرا يعني من جات طبعا البرابت هي ممنوعة لأنه ممكن يسبب عندك تأثير عكسي لأن انت يمشقل في الدماغ القابة القابة في المقابل عشان يحصل التعويض الجسم قاعد يقول فيه فيه مشكلة في الفرازات فخليني افرز حاجة يقعد يفرز ولكن الى الان قابة تأثير موجود انت فجأة وقفت الدواء راح القابة كمية كثيرة فيحصل عندك اللي هو تأثير الاكسي مرة اخرى الفلوم الزيني اللي هو تكلمنا عنه في البداية وايضا اخيرا وليس اخيرا الاذر انجزيوليتكس دراج باسبيرون ميستر ايش شباب هو عمل ونفس عمل بنزودايز بينز ولكن ميكانزم مختلفة يشتغل على هذه احد فروقات الرئيسية فيها ادفانتج كثيرة لا فزيكال دبندنس لا عبوس بتنشل لا سيد ايشن وان سيكو موتر امبيرمن لك احنا ما يهمنا هنا ولكن لازم تعرفون ها ادفانتج انه مشكلة عنده سلو ان ست اف اكشن يحتاج الى واحد من سبوع لسبوع ين وهذه مشاكل هذي من مشكلة الادوية اللي تعالج الامراض النفسية انه تاخذ لها بعض الادوية تاخذ الى ثري من مثل راح نشوف ان شاء الله في الانتي دبريسنت ان شاء الله السبوع القادم اللي هو يحتاج ان يحصل تغييرات على المستوى الموليكولر في الدماغ حتى يعني يبدأ التأثير هذه الادوية وايضا ممكن تكون هي شورت هاف لايف ايضا فمحتاج المريض استخدمها هذي بعض المصادر اذا ترجعوا لها ممكن تعرفون الفارموكوليجي هذه من المراجع اللي هي لطيفة في الفارموكوليجي وشكرا لكم وانا آسف على الايطالة واي سؤال عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن سؤال عبد الرحمن تفضل دكتور بالنسبة بوس بيرون دكتور احنا هو يطول قد اسبوع عشان يشتغل وده يشتغل يتكي بس ساعتين ونص والله سؤالك مرة مرة ممتاز مرة ممتاز فعلا هو يعني ياخذ وقت عشان يبدأ للتأثير ولكن اذا بدأت تأثيره يعني ممكن يكون في الجسم انت عشان كذا اليوم تكلم فارماكو كايناتكس انت ما تعطي الجرعة وحدة وتنتظر أسبوعين لا انت محتاج تعطي كل ساعتين ونص تعطي الدواء كل ساعتين ونص تعطي الدواء كل ساعتين ونص تعطي الدواء لان انت لو تاخذ الدم وتقيس المتابولاي تشوف انه ناقص فهذه فائدة انه يحدد لك كم جرعة اعطي في اليوم فانت تستمر على الساعتين ونص فهي هي مشبوكة بعض شوية ولكن مش معنات انه اعطي جرعة واحدة وانتظر أسبوعين والله يعطاني ساعتين ونص وراح التأثير وبعدين يعطي جرعة وانتظر أسبوعين حلو سؤالك عبد الرحمن ما شاء الله ممتاز بس اتمنى انك فهمت هي لا تستمر معك كيف طريقة قياسة ياخذون الدم ويقيسون بشكل يعني مباشر هذا اللي يحدد عشان كذا انت تشوف دواء يستخدم مرة واحدة في السبوع مرة واحدة في اليوم في بعضها تستخدم مرتين ثلاث مرات اللي يحددها سؤال ممتاز عبد الرحمن وانا مبسوط صراحة انكم مركز ما شاء الله ان شاء الله غلبيا مركزين بس هذا الندل انكم مركز ما شاء الله شكرا يا شباب طولنا عليكم وانا آسف على الإطالة الله عينكم يعطيكم العافية انا تراح ممتعود على الدروس الانلاين اخر مرة عطينا دروس انلاين هي ايام الكورونا عندنا في الكلية ولكن مرة اخرى اي حاجة مش واضحة عندكم ايميلي وبإمكانكم التواصل معاي في اي وقت شكرا لكم وسعيد انو انو كنت معاكم اليوم بالتوفيق لكم شاء الله شكرا لكم بك شكرا أفكرا شكرا لكم